ينضم إلينا القدس المحتلة دكتور محمد هلس الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد كيف نفسر هذا المشهد العبثي هذا الاستهتار بأرواح الأطفال والأبرياء في جباليا وفي شمال غزة عموما نعم نعم أسأل خير لكي ولي أسادة المشاهدين الواقع أن إسرائيل تجاوزت في سلوكها حالة الغضب الانفعالي والرغبة في الانتقام لم يعد هذا سلوك سلوكا دافعه الانتقام مما حدث لها ولكرمتها ولهيبتها ولردعها في السابع من أكتوبر يبدو أن إسرائيل تكرس هذا المشهد في الوعي العام الإسرائيلي والعربي والدولي في إطار محاولتها أن تبني معادلة جديدة قائمة على التدمير لاستعادة الردع بمعنى أن كل الذين يفكرون مستقبلا باستهداف إسرائيل هذا هو الذي ينتظرهم وربما تهديد إسرائيل للبنان بأنها ستلاقي مصير غزة هو ما تفعله اليوم في لبنان من تدمير ممنهج هو استنساخ لصورة التدمير الذي تمارسه في داخل قطع غزة تريد إسرائيل من ذلك أن تمحوها اللافت أن اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن أن جبهة غزة باتت جبهة ثانوية بداية ماذا يعني ذلك؟ وإذا كانت جبهة ثانوية ويتم فيها كل هذه المجازر؟ أولا هذا في إطار حشد الداخل الإسرائيلي يتحمل أثمان المواجهة التي تجري على حدود فلسطين الشمالية أن يتحمل الأعباء والأثمان التي قد ترتبها هذه المواجهة أن يصور في الوعي الإسرائيلي أن المعركة انتقلت من قطع غزة إلى الشمال هذه هي الرسالة التي يريدها نتنياهو من الحديث عن أن غزة تحولت إلى ساحة ثانوية والشمال تحول إلى ساحة رئيسية ثم هذا أيضا في إطار تحضير المشهد الدولي لينتقل من مشهد الشمال إلى مشهد المواجهة مع إيران وهو يعد الخطط لفتح مواجهة مع إيران هذا ينقل إسرائيل تدريجيا من ساحة الإقليم الضيقة من الساحة المحلية إلى الساحة الإقليمية ثم إلى الساحة الدولية ولذلك هناك أهداف سياسية مبيتة في هذا الأمر فيها رسائل الداخل وفيها رسائل أيضا للخارج لكن الذي يدفع إسرائيل في كل الأحوال إلى مثل هذا السلوك هناك أربعة عوامل أساسية أولا هناك تماهي مطلق من الداخل الإسرائيلي وتجنيد مطلق للمجتمع الإسرائيلي الذي تقدم إسرائيل لديه مقاربة أنه يعيش تهديدا وجوديا بأن كل الذي تفعله يأتي في إطار حماية المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش في بحر متلاطن من التهديدات ويريد أعداءه أن يغرقونه في البحر هذه معادلة صفرية تقوم على إما نحم أو هم في هذه النقطة قبل الانتقال للنقطة الثانية إذا كانت هذه من ضمن الأهداف لنتنياهو وحكومته بترسيخ فكرة الردع اليوم عندما تصل الصواريخ إلى تل أبي يعني الآن هناك صاروخ في هرتسيليا عندما تصل إلى حيفا عندما تصل إلى مناطق مختلفة تطال كل الجبهة الشمالية أو كل شمال إسرائيل ألا تهتز فكرة الردع أو مفهوم الردع عند الإسرائيلي عند من يهتز بفكرة 7 أكتوبر فما بالك اليوم بأنه حتى سكانت الأبيب مهددون بهذه الصواريخ أولا نتنياهو لا يعنيه ما أفكر أنا فيه وأنتي والمجتمع العربي والعالم العربي نتنياهو يعنيه استمرار وإدامة خلق حالة من التضامن الداخلي يستخدم فيها كما قلنا المعادلة الصفرية وهذا واضح جدا بأنه ينجح فيه طالما أنه لا احتجاجات كاسرة لمعادلة التضامن الداخلي بل الأصوات التي تجري في الداخل الإسرائيلي تتنافس في موضوع الدفع باتجاه هذه المواجهة إذن نتنياهو مطمئن إلى أن أسقوف التي رسمها للمجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالأثمان يستطيع المجتمع حتى اللحظة تحملها إلى متى ولكن مرة أخرى عندما يرى هذا المجتمع بأن الصواريخ تصل إلى تل أبيب تصل إلى مناطق مختلفة إلى كل المناطق الشمالية ألا تهتز فكرة أنه إسرائيل دولة محمية وأنهم يعيشون بأمان أولا لو كانت هذه الصورة تهتز لو شهدنا حالة من الاحتجاج تتوسع في الداخل الإسرائيلي وحالة من المواقف السياسية التي تعارض هذه السردية لا يعني شعور بأن هناك تصدع في جدران الجبهة الداخلية فيما يتعلق بسردية الحرب هذا ما رده جملة من الأسباب ليس فقط أن نتنياهو يطوع الداخل الإسرائيلي لتقبل هذه الأثمان هناك أيضا عوامل موضوعية خارجية مرتبطة بأن نتنياهو طوع المنظومات الدولية والهيئات والمنابر الدولية وقرعها وحطرها وأدار الظهر لها لا أحد قادر على أن يتحدى سلوك نتنياهو يقيم وزن للإقليم وقوة الإقليم ودول الإقليم ثم هناك حالة وفاء ضد دعم أمريكي جنوني لإسرائيل أمريكا تمد إسرائيل بأسباب استدامة هذه النار وهذه القوة بل تغطي على نتنياهو سياسيا بما يضمن لنتنياهو وقوف حديث استراتيجي قوي معه وبالتالي هو يضمن ثباته واستقراره السياسي واستقراره العسكري أمام المجتمع الإسرائيلي بمعنى أن هذه الأثمان لا ترتب ضعضع لسردية نتنياهو أمام الولايات المتحدة التي تدفع نتنياهو إلى استمرارها وإدامتها ولذلك سنرى استمرار هذه السردية طالما أن سقف الأثمان لم يكسر حتى لحظة إذ لم يحدث تحول نوعي في إطار هذه المواجهة يكلف إسرائيل عاليا وغاليا بحيث يدفع المجتمع الإسرائيلي إلى التمنمون إلى طرح الأسئلة الكبيرة إلى الاحتجاج إلى الخروج عن هذه الشرنقة التي نسجها نتنياهو حوله أعتقد بأن نتنياهو سيستمر وقلنا قبل قليل عن قضية تحويل لبنان إلى جبهة مواجهة رئيسية هذا تحضير لمجتمع يستمر في خوض حروب مفتوحة لا نهاية لها وربما التحضير لضربة إلى إيران أيضا ستنقل المواجهة من مشهدها الضيق المحلي إلى مشهدها الدولي ولا أحد يعلم تدعيات ما يجري طالما أن الرئيس المتحدة وفي ضوء كل ما يجري اليوم والأنظار إلى رد إسرائيل على إيران الأنظار إلى الجبهة الشمالية برأيك هل تستغل اليوم إسرائيل أو يكثف الجيش لمجازره وغاراته على غزة مستغلا انشغال حتى الإعلام بما يجري في الجبهة الشمالية؟ لاحظي بأن نتنياهو يريد أن يسوق فكرة مفادها أن إسرائيل قادرة على أن تخوض حربا تدميرية نارية في أكثر من ساحة بالتزامن هو يذهب إلى هذه الحرب التدميرية في غزة ثم ينتقل إلى الشمال ولا ننسى الضفة التي أيضا تعاني الابتحامات والقتل اليومي وسقوط الشهداء والآن هو يحضر للجبهة الدولية حتى ذهاب إلى قصف اليمن قبل أيام أو أسابيع هو يأتي في هذا السياق سياق أن إسرائيل التي قيلة بأنها لا تتحمل حربا مفتوحة متعددة للجبهات ولا تتحلم مولئة حرب السلزاخ طويلة جدا نتنياهو يريد أن يسوق أنه كثره وأنه قادر على أن يتحدى قصومه وأعداه وأن يصل إليهم أينما وجدوا لذلك ليس فقط الهدف استعادة الردع إنما أيضا تسويت صورة أن إسرائيل تتحمل وأن إسرائيل التي كنتم تعرفونها تغيرت وبأن إسرائيل قادر على أن تفتح جبهات في صعود مختلفة وربما أيضا هذا يخدم نتنياهو في استمرار الضغط على البنية المجتمعية المدنية في داخل قطع غزة إذاءها تحطيمها تحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة دون أن يحدث هذا الإذاء والتدمير صدا كالذي كان يحدثه في إطار المحرب غزة في المقابل هدف إعادة سكان الشمال لم يتحقق سكان مستوطنات الغلاف لن يتمكنوا من العودة إلى هذه المستوطنات يعني لا أمن فكريات الشمونة بالأمس شاهدنا ما الذي حدث إسرائيليين قتلاء مستوطنين قتلاء أيضا في كريات الشمونة القبة الحديدية لا تتمكن من اعتراض كل الصواريخ يعني هناك شك بالنسبة أنه 90% فقط هذا ما أنه هذه القبة قادرة على اعتراض بنسبة 90% من الصواريخ ما رأيك؟ طب أنا أقدم أو أطرح سؤال من باب المقاربة أنت تتفضلت بالحديث عن معطيات دقيقة جدا فيما يتعلق بساحة شمال فلسطين المحتلة التي بدأت تصعيد فيها فقط منذ أسابيع ماذا بالنسبة لساحة قطع غزة التي قال فيها أن لديه مجملة من الأهداف وبعد أكثر من عام تستعصي هذه الأهداف على التحقق وخاصة قضية الأسرة ومع ذلك لم نرى في داخل المجتمع الإسرائيلي ما يكسر الطوك ما يخرج عن نطاق كيف يكسر هذا الطوك دكتور؟ يعني ما هي الثغرة التي يمكن أن تهتز بها؟ الثغرة مرة أخرى هي الأثمام أن تتحول المواجهة إلى نزف نزف يدفع المجتمع الإسرائيلي إلى فعلا أن يوقف نتنياهو عند حده لا يكفي هذه الثقوف يعني المجتمع الإسرائيلي مرة أخرى يتحمل الأثمان على ساحة شمال فرسل المحتلة حتى بضعة مستوطنين وقتله هنا وهناك تتحملها الخسارة الإسرائية تحملها هذا يعني بمعنى نقرب الصورة المستوطن الإسرائيل يضع نتنياهو مقاربة بمفادها كالتالي إما أن نتحمل هذه الأثمان الآن أو نتحملها بعد سنوات حربا ضروسا تنهي إسرائيل لذلك يبتلع المواطن الإسرائيلي كل الذي يجري لأنه يرى كما قلنا أن هذه حرب صفرية معادلة صفرية مقاربة صفرية إما أن يتحمل اليوم مع نتنياهو ويذهب إلى هذه المواجهة لكسر وسحق المقاومة وسحق الأضلاع وسحق الرأس كما يفكر بالذهاب الآن إلى مواجهة مع إيران أو أن على المجتمع الإسرائيلي أن ينتظر سابع من أكتوبر في حدودها الشمالية وسابع من أكتوبر مرة أخرى في الضفة وفي غزة وربما أيضا من إيران هذا مجتمع مفزع مخوف مرعوب بفكرة الحرب أو التهديد الوجودي وهذه فزاعي هزها نتنياهو في وجهه كلما شعر بأن هناك دكتور دعنا نتحدث عن مكينات الإعلام ليس فقط مكينات الإعلام الإسرائيلية وإنما أيضا الغربية التي لاحظنا بأنه في وقت من الأوقات هرعت لنقل المعاناة الإنسانية لأهالي غزة والمجازر ومن ثم خفت صوتها اليوم تنشر أخبار مضللة ومغلوطة مثلا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية لا تعطي أهمية لما يجري من مجازر في غزة كيف نفهم أو في أي إطار برأيك تأتي هذه السياسات التحريرية لهذه المكينات؟ وربما أنا أضيف على ما تفضلت به أن أيضا بعض المنابر العربية للأسف تتماهى مع سردية الأمن محتل وتقدم روايته وتتباكى مع بكائه وتذرف دموعه للأسف الشديد هذا جزء من بروبوغاندا إسرائيلية تستخدم فيها ما لديها من فائض مال ومفائض نفوذ تكره فيها العالم على أن يتبنى روايتها لا تتصالح مع أي طرف حتى لو كانت منابر دولية تخرج على السردية الإسرائيلية وتعرضها لاحظي كيف شن نتنياهو هجوم لاذعا على ماكرون حينما دعا إلى وقف السلاح ثم ذهب ماكرون إلى العودة مرة أخرى إلى سردية أن الإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يتراجع مباشرة لاحظي كيف شن هجوما على أمين العام الأمم المتحدة ثم يذهب أمين العام المتحدة المتحدة مباشرة إلى التراجع هذا منطق عصبات منطق غوغاء يحاول أن يقرع الذين يخرجون على السردية الإسرائيلية يهاجم منابر دولية يقف ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة ليتهم مجلس الأمن بأنه من بر الإلهاب والمتحدة تحولت من بر الإلهاب كذلك فعل نتنياو حينما صعد على منصة المتحدة إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وكأن لديها نظاما إنسانيا قانونيا خاصا بها وليبقية الكون نظام آخر هذا لأنها تستضل بظل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام هذا لأن الغرب عودها على أن لا تحاسب ولا تسأل ولا تساءل على كل الجرامل التي ترتكبها وإسرائيل لا تفعل ما تفعله بعد السبع من أكتوبر هذا اشتزال للتاريخ إسرائيل ترتكب المجازد منذ أن كان جيشها عصابات الأجسل والليحي واشترم وهذا استمرار لخط طويل جدا من المجازد التي ترتكبها إسرائيل عودها لدرجة بأنها اليوم أصبح يعني عادي جدا أن يتم استهداف قوات اليونفل في جنوب لبنان عادي جدا أن تحارب الأونروا ويتم يكون هناك محاولات للتخلص منها والتمويل الاعتداء على البعثات الأجنبية على العاملين على الأرض في غزة حتى من جنسيات غربية يعني وليست عربية فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر